يهم المشروع الأول جوج 19.614 الذي يتعلق بإقرار تدابير خاصة بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجاوية لمهنة التربية والتكوين تابعة لقطاع التربية الوطنية تقدم بيسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقد تضمن هذا المشروع عدد من المقتضيات المتعلقة بتمكين أساسدة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباراية تبريز بهذه المراكز وأيضا أساسدة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم جميعهم ابتداء من فاتح يناير 2019 وزاولوا مهامهم ابتداء من الموسم الدراسي 2018-2019 من أقدم اعتبارية تساوي مدة الفترة الممتدة من تاريخي التحاقهم الفعلي بمقارات عملهم بمؤسسات تربية والتعليم العمومي إلى غاية 31 دجمبر 2018 وهذا المقتضى دي الاحتساب الأقديمية يهم ترصيم ترقي في الرطبة والدرجة ويمكن كما قلت من تسوية هذه الوضعية بعد أطور هيئة تسدريس ترجمة نانسي قنقر